قلت بالي سؤال أن سمعت أن أحياناً تأثير الشمس يكون مختلف حسب لون البشرة هل هذا صحيح بالنسبة لحساسية الشمس؟ طبعاً في ناس مثلاً اللي بشرتهم فاتحة تكون تحسسهم أكثر أو العكس اللي بشرتهم داكنة تكون تحسسهم أكثر تجاه الشمس وحساسية الشمس هو دايماً التحسس من الشمس بيكون في البشرة الفتحة أكثر من البشرة الغمضة لأن نسبة الميلانين شوي تكون أقل الميلانين بيكون أقل فبيكون السنسيتيفتي بتاعته أعلى شوية في البشرة الفتحة بس البشرة الغمضة بتغمأ أكثر في الشمس عن البشرة الفتحة بمعنى يعني دلوقتي نفترض أن احنا اتنين طلعنا للبحر واحد بشرته بيضة وواحد بشرته غمضة البشرته بيضة حضرتك هتشوفوا أن أول ما طلع للشمس حصل فيه الإحمرار دا تمام؟ هتاخد معاه ساعتين وهتروح لكن البشرة الغمضة هتبقى هيغمأ زيادة يعني درجة اللون بتاعه بعد التعرض للشمس هيبقى فيها درجة أكثر نعم الأبيض هيرجع للونه الطبيعي بعد فترة وجيزة لكن الغامة لا الغامة تم أكثر لأن الخلية اللي هي بتفرز الميلانين اللي هي الميلانوسايت بتكون أكتف ديماً الناس اللي أغبشرتها الغمأة بتكون أكتف فبيغمأوا أكثر نعم نحن مقبلين حالياً على فصل الصيف فصل أن في بعض الناس عندهم الموضوع أن نروح مثلاً في الويكند أو في نهاية الأسبوع يكون على البحر مثلاً ويقضي ساعات مثلاً يسوي تان أو غيره شو النصائح اللي عندك عشان يتجنب حساسية الشمس عشان يتجنب حساسية الشمس احنا قلنا في حاجات احنا نستعملها في البيت اللي هي الحاجات اللي بتدينا سيستيميك يفضل طبعاً أنه هو ياخد الشيء الأخضر ثلاث مرات يستعمل فيتامين سي يفضل أنه لو يقدر ياخد الكابسولات بتاعة واقي الشمس اللي بنستعملها في البيت يستعملها في كابسولات معينة حق واقي الشمس طبعاً هذه أول مرة نعرف عنها شو هي الكابسولات هاي؟ من شو تتكون؟ كابسولات واقي شمس نفس المواد اللي موجودة في الواقي الشمس بس ناخدها أورال بتدينا سيستيميك وفيها أنتي أكسيدانتي كمان جميل إذن كابسولات الشاي الأخضر فيتامين سي شو بعد؟ والترتيب طبعاً مهم وشرب الميا وواقي الشمس نعم إذن أستاذة دكتورة في محالة مثلاً تعرض للشمس كان لدينا ساعات معينة تكون فيها الشمس يعني درجة الحرارة أو عفواً أشاعتها تكون أقوى تكون مثلاً مضرة أكثر شو هي الساعات اللي تكون مثلاً الضرر فيها أكثر للتعرض من الشمس؟ دايماً من الساعة عشر الصبح للساعة أربعة العصر دي الفترة اللي بتكون فيها الأشعة الفقب النفسجية أعلى نعم إذن الضرر من الأشعة الفقب النفسجية نعم فيه ناس كمان تقول لأنه الشمس مش طلع فيه غيوم أنا مش هحط وق شمس طبعاً ده غلط فترة من الساعة عشر للساعة أربعة بيبقى فيها الأشعة الفقب النفسجية عالية سواء الشمس ظاهرة سواء فيه غيوم فدي بتوصل لنا فلازم نحط وق شمس جميل يعني الفترة ما بين الساعة عشر للساعة أربعة هيتعتبر شوي أعلى درجة من درجات مثلاً الأشعة الفقب النفسجية اللي هي الضرر الجلب أنزل قبل ذلك الأمور تكون أفضل صحياً أفضل وفيه أنك تأخذ مثلاً الفيتامين دال بشكل صحي طبعاً عشان كده بننسح الناس اللي هي عندها نقص الفيتامين دال أو ينفل عظام إنها تبدأ تتعرض للشمس من الساعة سبعة للساعة عشر الصبح أو بعد الساعة أربعة بعد الساعة أربعة أو قبل الساعة عشر دكتورة سمعنا عن بعض الأمور اللي يستخدموها الناس عشان تتجنب مثلاً حساسية الشمس مش إن الكريمات اللي هي الواقية لا فيه أشياء منزلية سونا مثلاً زيت السمسم أو بعض يعني نتكلم عن معتقدات الخاطئة مثلاً في هالموضوع أو المادفيد عندنا ناس بعلاجات منزلية سونا مثلاً زيت السمسم هل سمعت إن زيت السمسم مثلاً له أثر إيجابي لتجنب حساسية الشمس؟ وهو زي ما أنا قلت لحضرتك إن أي حاجة هتدي ترتيب للجلد هتساعد على علاج حساسية الشمس يعني أي زيوت هيبقى فيها نسبة ترتيب وهنبقى فيها نسبة هيدريشن للجلد فدي هتساعد إن هو يتحسن بسرعة لكن برضو إحنا لازم نخلي بالنا من حاجة إن أنا لا ممكن يكون عندي حساسية من الشمس استعملت أي منتجات منزلية المنتجات دي زودت لي الحساسية بتاعة الشمس وقلبت عندي بحساسية جلدية في حساسية شمس وحساسية جلدية طبعاً حساسية الشمس نوع من أنواع حساسية الجلد حساسية الجلد لها أسباب كثيرة منها الشمس نعم تمام كيف يكون شكلها تقريباً حساسية الجلد في هالحالة؟ حساسية الجلد في الحالة دي بتستمر معانا أكتر من الساعتين ثلاثة اللي احنا قلنا عليهم يمكن الموضوع تطور الشمس هيبقى الموضوع تطور وممكن الحساسية تظهر في أماكن تانية غير معرضة للشمس دكتورة أنا الحين لو شخص مثلاً تعرض للحساسية الشمس أو حساسية الشمس هو مضطر أنه يكمل شغلة خلاص يعارف أنه عنده حساسية الشمس هو مضطر أنه يرجع يكمل شغلة في الشمس فهالشي ممكن يأخر أو يأخر عملية العلاج أو أثار جانبيين طبعاً هو ممكن يأخر العلاج لأنه ممكن يعمله التهاب في الجلد والالتهاب ده ممكن يسيب له بعد كده تصبغت الالتهاب في الجلد وبعدين التصبغات؟ هالتصبغات تعتبر شوي دائمة مثلاً؟ طبعاً يعني بص حضرتك بتبدأ الأول بحساسية حساسية من الشمس بعد كده لو هو استمر في التعرض للشمس بيبقى الإحمرار ده دائم لفترة طويلة وبيعمل التهاب في طبقات الجلد والالتهاب ده بيهيل بعد كده ببيجمنتيشن لأنه بينبه الخلايا اللي بطلع الميلانين أنه يطلع ميلانين زيادة في الأماكن المعرضة للشمس فيبدأ يظهر عنده تصبغات في الأماكن دي لكده في ناس كتير بتيجي تعاني من أنها عندها تصبغات في أماكن معرضة للشمس نعم إذا الإجراء الصحيح أنه يعني حساسية حساسية تعرض للشمس أتجنب تماماً التعرض للشمس لغاية ما الحساسية تختفي وبعد كده أستعمل الحاجات اللي نقولنا عليها نستعملها في البيت أو واقع الشمس والمرطبات والمية هالمرطبات والمية ها تعتبر شيء وقائي شو الشيء العلاجي في هالحال لما بتظهر لنا حساسية الشمس بنستعمل مرطبات وبنستعمل كريمات زي كريمات الكورتيزون دي علشان تقلل الانتهاب والأحضر ترجمة نانسي قنقر